كلما بدأ العد التنازلي لصراع انتخابي جديد يفرد شركاء العملية السياسية ملفات الفساد على حلبة الصراع وتنشر الفضائح على العنن وهذه المرة المستهدف رئيس الحكومة محمد السوداني جهاز المخابرات اتهم شخصيات سياسية وسائل اعلامه بترويج ما سماها اساءات تستهدف قياداته وضباطه بعد ساعات من معلومات ادلى بها النائب مصطفى سند اشارت الى شبهات تدور حول بعض قادة جهاز المخابرات في اطار قضية الشبكة التجسس في مكتب رئيس الحكومة التي قال انها بدأت حين انتحل محمد جوجي الذي يتولى مناصب عدة في مكتب رئيس مجلس الوزراء شخصية مالك مؤسسة اعلامية ونشر معلومات مفبركة ثم سرب اخرى من اجتماع ضم زعم ائتلاف ادارة الدولة ووفقا لسند فان بعض عمليات التجسس غير ممكنة الا من خلال تقنيات يملكها جهاز المخابرات وتحديدا مديرية التجسس مشيرا الى شكوك تحوم حول مديرية الانصات التي يديرها حاليا حيدر ليث السوداني مراقبون يقولون ان العقل المدبر لنشر هذه الفضائح هو نور المالك الذي لا يزال عمود الاطار التنسيقي حيث عمل خلال الفترة الماضية على تقطيع اجنحة السوداني عبر تسقيطه من خلال حملات شنتها وسائل اعلام تابعة للميليشيات فيما روجت ميليشي حزب الله لمصطلح السوداني ووتر كيت في اشارة الى انتهاء حضوض السوداني بولاية ثانية وتشبيه قضية شبكة التجسس داخل مكتب الاخير بفضيحات ووتر كيت والتي ادت الى استقالة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون عام 1972 تكسير عظام وحملات تشويه نهج اعتاده شركاء العملية السياسية منذ عقدين مع اقتراب مواعيد تقاسم الغنائم والمناصب ترجمة نانسي قنقر